وعلى هامش اجتماع حوار المنمى في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين والتي ستنعقد قريبا سيكون لها دور مهم في تحقيق هذه الاهداف ونوها معالي وزير الخارجية بجهود الحكومة العراقية برئاسة الدكتور حيدر العبادي في مكافحة الإرهاب والنجاحات التي حققتها القوات العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي مؤكدا موقف مملكة البحرين الداعم لوحدة وسيادة العراق على كامل أراضيه ولكافة الجهود المبذولة للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنى واستقرار العالم أجمع من جانبه أربى معالي الدكتور إبراهيم الجعفري عن تقدير جمهورية العراق لمواقف مملكة البحرين الداعمة لاستقرار العراق متمنيا لمملكة البحرين التقدم والازدهار كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع سعدة السيد فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان العراق حيث أربى معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بإقليم كردستان العراق كمكون مهم من مكونات الشعب العراقي له دور بارز في تقدم العراق ونهضته مشددا معالي على ضرورة الحفاظ على وحدة العراق وعلى التماسك والتكاتف بين جميع أبنائه والالتزام بالحوار بين جميع الأطراف وبكافة الاتفاقية الموقعة وبأحكام الدستور في جمهورية العراق بما يضمن تحقيق مصالح جميع مكونات شعبه من جانبه أعرب سعدة السيد فلاح مصطفى عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية وتقديره لدور مملكة البحرين في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وخلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد تارو كونو وزير خارجية اليابان تم استعراض مسار علاقات الصداقة بين البلدين وسبل تنميتها على المستويات كافة كما تم التشاور حول تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تطوير التعاون المشترك إلى أفاق جديدة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين وأثناء الاجتماع تم التأكيد على استمرار التواصل وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين الصديقين بما يعزز تنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا ويسهم في دعم مساعد عزيز الأمن والاستقرار في المنطقة كما اجتمع معالي وزير الخارجية مع معالي سيد أم جي أكبر وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية الهند حيث أشهد معالي وزير الخارجية بما تشهده العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند من تقدم مستمر في ظل الفرص المتنوعة لدى البلدين الصديقين ورغبتهما الدائمة ومساعيهما المتواصلة للارتقاء بالعلاقات وتقوية أطر التعاون والتنسيق المشترك مثنيا معالي على دور الجالية الهندية في عملية النهضة والتنمية التي تشهدها البحرين في كافة القطاعات وهو الدور الذي يحظى بكل الاحترام والتقدير منوها كذلك بالدور الهام الذي تقوم به جمهورية الهند على المستوى العالمي من جنبه أكد معالي السيد امجي أكبر حرص جمهورية الهند وتطلعها المستمر لدعم علاقات الصداقة وتعزيز أطر التعاون مع مملكة البحرين على المستويات كافة متمنيا لمملكة البحرين كل التقدم والرخاء وفي السياق ذاته اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة مع سعدة السيد جيسون إزكول مدير الشؤون الحكومية والدولية في اللجنة اليهودية الأمريكية حيث وجر استعراض مسار تطور العلاقات التاريخية الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات بما يعزز مصالح البلدين والشعبين الصديقين كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر